السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة وفيديو جديد كنتمنى يلقاكم باخير وعلا خير اليوم ان شاء الله سنشارك معكم حيالة تدابير منزلية مفيدة كالعادة وغتشوفوا معي شنو غاد ندير بطادين خليكم معي لنهاية الفيديو وفرجة ممتعة واول تدبيرها دي الحامض بما انه الوقيت دي الحامض دابا وهو رخيص في السوق فحاولوا تستهلكوه بكطرة لانه كي قوي المناعة ومفيد بزاف للصحة تدبيرها من اللي كنستعملوه نص حامضة كيبقى لنا النص ثاني فاحسن طريقة باش نحتافظو به نجيبو كاس هكا يكون صغير كاس دي الاتي عادي وكنوضعو فيه الحامض بهالطريقة هادي سافيوك نحتافظو به في التلاجة كيبقى مزيان ما كيوقع ليهوالو وكذلك فيلخلينا الحامضة في التلاجة ما مغطياش فكتخرج على الموتور دي التلاجة مع الوقت وكذلك هكا كنقتصدو على السلوفان كيما تشوفو معايا ها درجة بالتلاجة باش نشاركو معاكم وكنتمنى هاد الفكرة هادي وهاد الحيلة تكون مفيدة لكم وندوزو نشوفو الحيلة الموالية واحسن طريقة باش نحتافظو بزيت الزيتون فدائما هكا نديروه في قراعي اللي يكون اللون ديالهم غامق كيما تشوفو معايا هاد القراع هادي اللون ديالها غامق وبالتالي ما كتسمحش بمرور الضوء لان الضوء كيخصر زيت الزيتون كيف يفسدليها الجودة ديالو المضاق ديالو ونكها ديالو وحتى لما كانش عندكم قراعي هاكا اللي يكون اللون ديالهم غامق وعندكم هادوك القراعي شفافين فاحسن حل هو تدورهم ببابي الومنيوم او ورق الالمنيوم صافي وكتسدوهم زيان هكا بسكوتش ولا شي حاجة او لاغيك تزيرو هادا كالالمنيوم على القراعه وبالتالي ما كيبقاش الضوء يدخل لهديك القراعه وكيبقى زيت زيتون محافظة على الجودة ديالو وعلى المضاق ديالو ما كيفسدش وما كيخسرش كنتمنى ها التدبيره تكون مفيدة لكم وهنا كيما تشوفو معايا غنشارك معاكم طريقة ديال احتفاظ بالتوم اللي كنديرها في المنزل مؤخرا فانا ديجا شاركت معاكم هالطريقة كنحتافظ به هادا اكياس الورقية فقط تقبوهم هكا بوحد عود خشبي فكذلك هادا اكياس كيحافظوا على التوم بوحد طريقة عجيبة كذلك من الاحسن هكا باش نديرو واحد المنظر زوين في المطبخ كيما تشوفو معايا كنقصرح اليكم هادا سليلة او هادا شبيكة هذي معرفت شو نسميها كيما تشوفو معايا غير بثلتة دراهم ولا خمسة دراهم موجودين في الاسواق كيما تشوفو معايا كنوضع فيها التوم بها الطريقة كتبقى التومة المنظر ديالها الزوين في المطبخ وكذلك كيما تشوفو معايا راها محلولة من الفوق يعني كتبقى التومة مهوية ومنفسها ما كيوقع عليها حتى شي حاجة مهم هكا احتفظت بالتومة وبغيت نشارك معاكم هادا الفكرة هذه كنتمنى انها تكون مفيدة لكم كذلك ممكن تعلقوها في الكوزينة من هنا كيما تشوفو معايا كتجي هكا المنظر ديالها زوين ومتيول كنتمنى هادا الفكرة تكون عجباتكم كيما تشوفو معايا فقط تمنها قليل ولكن منظر ديالها زوين والحيلة اللي غنشارك معاكم ديال البيتادين كيما تشوفو معايا فبيتادين معروف انه كننظفو به الجروح وكيعقم الجروح فاليوم اجبت لكم واحد الاستعمال رائع البيتادين كيما نعرفو الملابس خصوصا الملابس ديال نحنا الكبار هاد البلاصة هادي تحت الابط فمع المدة ومع اللبس كتبقى فيهم واحد الريحة اللي ما كتحيتش ديال العراق اللي ما كتحيتش وخاكن صب بنوهم مزيان مزيان ومع الوقت كيو اللي والملابس فيهم الاسفرار من هديك المنطقة فكن نصحكم انكم تديروا ليهم بطادين بهاد الشكل هدا في البلاصة اللي فيها الاسفرار يعني الاسفرار في المكان ماشي ضروري يكون هاد البلاصة ديال تحت الابط الاسفرار كذلك الرائحة اللي كتكون عالقة ماء وما كتحيتش رغمه اننا كننظفوهم وكنصبنوهم مزيان فكن نصحكم انكم تديروا فيهم بطادين وتخليوهم شحل ما خلتوهم ساعتين ثلاثة ماشي مشكلة راه بطادين ما كيبقاش نهائيا مجرد انكم كتوضعوا الملابس في الماء فهو كيحيد بكل سهولة هنا غنشارك معكم انني غنحيد بطادين من الحويش غير بالما فقط فإلا صبنتوهم بمسحوق صبين أو لبصصابون فكونوا على يقين ان هادك بطادين ما غديش يبقى فقط كيخلي الملابس نضاف وكيحيد منهم هادك الاسفرار والرائحة ديالعارق هنا درت ليكم تجربة على هاد تي شيرت الابيض غير باش تشوفو انه بطادين راه ما كيبقاش نهائيا فقط كيخلي المفعول ديالو اللي زوين وإفكاس على الملابس كانتمنى انكم تجربوا هاد الحيلة هادي وهاد الفكرة خصوصا كيف قلت لكم عن الملابس اللي كتكون العالقة فيهم ريحة العرق وكذلك الاسفرار فجربوها وغادي تشوفو بعينيكم حيت كيف كنعرفو بطادين مضاد للبكتيريا وكيقضي على البكتيريا كانتمنى الفكرة تكون مفيدة لكم وده بغنشارك معكم المنظف السحري اللي نفعني بزاف في تنظيف البوطا غاز فقط غير رشو ومسحو ما تحتاجوش انكم تحكو لبجيكس لبح الفاعل حتى شي حاجة كيما تشوفو معي البوطا غاز او هاد البلاك فكلها مطبعة وفيها لطاش كيما تشوفو معي فقط كم رش كيما تشوفو معي وبسرعة كيحيد هادو كل الاوساخ ما تحتاجوش نهائيا انكم تحكو او لا تنظفو بشي حاجة مع هاد المنظف هذا فقط كنجيب واحد منشافة او هاد الميكرو فيه مهم اي حاجة هكا غير كنمسحو كنرشو كنمسحو كتبقى البلاك او هاد البوطا غاز مقية كتعطي واحد نتيجة اللي زوينة بزاف وهذاك المنظف كيف راكي تباع في بيم بسبعتاشل درهم كيما تشوفو معي نتيجة اللي رائعة وده بغا نشارك معكم قهوتي المفضلة اه ديال العسارة كيما تشوفو معي خديت العسارة وضعت فيها الكمية ديال الماء وغاد ينوضع واحد الكمية ديال القهوة تقريبا جوج معاي لقصغار اونس جوج كيسين بها الطريقة هذي سافي هنا كيما تشوفو معي بعد ما وضعت هذيك الكمية ديال القهوة سنضيف الأعشاب المنسمة كما تشوفوا معي هنا قعقلة خمسات الحبات القعقلة وشوية ديال خد نجال وطريف صغور ديال سكين جبير تقدروا تحيدو خد نجالي لما تشربوهش وتديرو في بلاستو عويداس ديال القرفة مهم تديرو الأعشاب اللي كيجبكم أنكم تنسموا بهم القهوة كذلك ممكن تديرو حبيبات صغورين ديال ديال البزار مثلا جوجي حبات ولا ثلاثة ديال البزار كيجيو زوينين في القهوة مع السراء ومع الطراء سوف يوضعها على البوطة وكان طيبة كما تشوفوا معي كتجي رائعة واحدة رائحة كتعطي منها ما نقولش لكم يا سلام رائحة اللي زوينة بزاف كتجي قهوة مع السراء ومع الطراء زوينة بزاف ديال هاد الوقت هذا ديال العشية خصوصا في هاد الأجواء الباردة كتجي زوينة بزاف كنتمنى انكم تجربوها وبالنسبة لهادوك لهادوك الأعشاب رازوينين وصحيين وإلا ما كانش كيجبكم هادك خود نجال فقدت لكم تعوضوه بقبل القرفة كتجي زوينة بزاف كنتمنى انكم تجربوها وبهذا غادي نكون سايلة الفيديو كنتمنى الأفكار اللي شاركت معكم يكونوا عجبوكم وما تنسوش تشجعوني باللايك تعليق اشتراك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة